موسيقى منوه لنقطة انفقرات الحمد لله دائما عائلتها تكبر وتتوسع دائما وشريحة المشاهدين والمتابعين ولذلك المكان الذي نحن نقوم بالبس منه ونشر الأخبار ونشر كل الفيديوهات أو التقارير التي تخرج من هذه الغرفة أصبحت صغيرة ولذلك يجب على انفقرات أن تبحث لنفسها على مكان أكبر ولذلك أقول لكم أن هذه النشرة أو هذه التي تسمعونها وتشاهدونها الآن ستكون النشرة الأخيرة لهذه الفترة المقبلة لذلك انفقرات ستتوقف على بث النشرات الإخبارية وبعض البرامج التي تبث من هنا من هذا الستيديو الذي عرفتموه على مدار أكثر من ثلاث سنوات من نهاية 2018 نحن موجودين بهذا الستيديو الكثير من الأصدقاء والكثير من الضيوف والسياسيين والمحللين والآلاف من المتابعين والمتصلين والمتسائلين الذين كانوا هم أصدقاء وتلقوا المعلومات أو أخذنا منهم معلومات وتبادلنا سويا معهم العديد من المعلومات لتقديم المفيد فلذلك النمسا ايجي ميديا تعلن أنها ستتوقف اليوم عن بث النشرات الإخبارية بما فيها موجز الرابعة بما فيها موجز الرابعة لفترة نتمنى أن لا تكون طويلة وريسما نتمكن في المكان الجديد ونقوم بتأسيسه وتجهيزه إن شاء الله سنعود إليكم بحلة جديدة من البرامج والقراءات الإخبارية والعديد من المفاجآت الأخرى في هذا الصدد وجه التحية للزملاء المقدمين الأخبار الأستاذ ممدوح مكين والزميلتان ريم أحمد وبوسينة سلام الذين قدموا الأخبار على مدار أكثر من عام إذن مشاهدين متابعنا الأكارم أعيد وأذكر أننا نحن سنتوقف لفترة وإن شاء الله قريبا سنعود إليكم ولن نبتعد عنكم ستجدوننا دائما تغطياتنا البث المباشر في الخارج تقاريرنا المنتشرة الأخبار ستستمر بالنشر يوميا على الموقع وعلى الصفحة ولكن المحتوى الذي يخرج من هذا الاستوديو الذي أنا أقوم بتقديم النشر منه مع الأسف سيكون اليوم هو النشرة الأخيرة ونتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا وبإمكانكم متابعة برنامج همسات رمضانية الذي سيبث قبل الإفطار بعشرين دقيقة والذي يتابعه الآلاف في النمسا يوميا وأنا أحمد مراد وأم سياسة عيدة وأشكر من خلف الكاميرات كادر العمل والتصوير والإعداد والتحضير وكل العمليات الفنية المرفقة بهذه النشرة وبأمان الله اشتركوا في القناة